وينضم إلينا من بيروت العميد أكرم السريوي الخبير العسكري سيدة العميد أكرم مرحبا بك على شاشة الغد استهداف إسرائيل لبعلبك لربما المرة الرابعة صاحبه استهداف للمرة الأولى للبقاع الغربي ما قراءتك لهذا التطور؟ مساء الخير أستاذ عمر لك ولجميع المشاهدين مرة الأسبوع الفائد كان هناك بعض التهدئة على الجبهة بين لبنان وإسرائيل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لكن ما شاهدناه منذ أمس هو نوع من التصعيد والتسخين لهذه الجبهة العنوان هو تصعيد متسارع أيضا خاصة منذ يوم أمس وكما ذكرت في التقرير منذ الساعة الواحدة ليلا هذا اليوم نفذ حزب الله قرابة تسع عمليات على مواقع عسكرية إسرائيلية وإسرائيل قامت كانت باستهداف بعلبك التي هي تبعد مئة كيلومتر عن الحدود وأيضا كما ذكرت استهدفت سيارة في منطقة الصويري في البقاع الغربي وهذه للمرة الأولى تستهدف هذه المنطقة مما يعني أن إسرائيل تحاول بشكل ما ليس فقط تصعيد العمليات وتسخين الجبهة بل توسيع دائرة المناطق المستهدفة في لبنان ومن خلال ذلك ربما هي تريد أيضا تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله يعني كانت هذه القواعد منذ ستة أشهر حتى اليوم هي ضمن سقف معين وضمن مناطق معينة الآن نشهد استهداف لمنطقة جديدة هذا أمر يدل على أن هناك نوايا إسرائيلية بزيادة أسخونة هذه الجبهة وتوجه نحو تصعيد أكبر وهل حزب الله يعني مستعد لهكذا تطور لهكذا تصعيد لقواعد جديدة في الاشتباك يعني حزب الله رد أيضا بسرعة بعد ساعة من الاستهداف رد بسرعة بستين صاروخ استهدف بهما قاعدة كيلع وقاعدة يؤاف وكما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط خمسة صواريخ من هذه الصواريخ فقط بما يعني أن هناك خمسة وخمسين صاروخا سقطوا وأصابوا أهدافهم العنوان المهم في هذه المواجهة أيضا أن إسرائيل قالت بأنها استهدفت في بعلبك مركزا لتصنيع الطائرات المسيرة لحزب الله وقالت أيضا بأنها استهدفت أحد القادة يعني العسكريين في الصويري ولكن أثبتت كل الصور التي عرضت على شاشات التلفزة أن إسرائيل استهدفت مركزا في بعلبك كان يوجد فيه تخزين القمح وبعض المواد الغذائية كما أيضا أن السيارة هي لعامل سوري هو لا علاقة له لا بالمقاومة ولا بحزب الله ولا بأي شيء آخر هو مجرد عامل بسيط كان ينقل مواد غذائية وهو يعمل في سوبر ماركت ليس أكثر من ذلك إذن هناك فشل على المستوى الاستهداف الإسرائيلي هي يعني لم تحقق استهدافا لأهداف عسكرية بل هي أصابت أهداف مدنية وعلحقت أذرار مدنية هذا هو الموضوع الأساسي بينما أيضا من الجانب اللبناني واضح أيضا أن المقاومة لم تقصف أهداف مدنية أيضا هي استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية وهذا ينم عن إرادة لدى حزب الله أو رغبة في حصر المواجهات ضمن النطاق العسكري والاستهداف العسكري فقط إذن ربما أفهم من إجابتك سيدة العميد أنك توافق على من يقول بأن هناك اتفاقا ربما غير مكتوب دعنا نسميه بين الحزب وبين إسرائيل على الأهداف التي يعني يستهدفها أو المواقع التي يستهدفها كل طرف يعني إسرائيل إذا ما استهدفت بعلبك تقوم قوات أو ميليشيا حزب الله باستهداف الجولان المحتل يعني هل توافق على أن هناك ربما اتفاق غير مكتوب وغير معلن بين الطرفين يعني بالطبع لا يوجد أي اتفاق ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين حزب الله وإسرائيل إسرائيل هي عدو ولا يوجد أي اتفاق يعني أقصد يعني اتفاق بالقواعد يعني للاشتباك كما هو الحال في الجنوب منذ سبع من أكتوبر حتى يعني حتى هي ليست قواعد اشتباك عندما نقول قواعد اشتباك قواعد الاشتباك توضع في حالات السلم توضع لقوات حفظ السلام وحفظ الأمن أما ما يجري في الجنوب هو حالة حرب لكن حرب ضمن سقف معين الثابتة الأولى في هذه الحرب هناك عدة ثوابت الثابتة الأولى والتي أرساها حزب الله أن لا وقف لهذه الجبهة قبل وقف إطلاق النار في غزة وهذا أصبح ثابت وواضحا ولن يتنازل عنه حزب الله رغم كل الوفود التي جاءت لإقناع حزب الله بوقف العمليات من لبنان لم تنجح هذه المحاولات ومازالت الجبهة مشتعلة وعمليات حزب الله مستمرة مساندة لغزة الثابت الثاني الثابت الثاني هو أن لا رغبة لدى أي طرف بإشعال حرب واسعة يعني لا الإسرائيلي يريد هذه الحرب الواسعة وهو يتهيب هذه الحرب لأن هناك وفق التقارير الإسرائيلية أن في حال توسع الجبهة سيكون هناك خسائر كبيرة في إسرائيل وهو يتهيب هذه الحرب حزب الله أيضا أعلن أنه لا يريد حرب شاملة الراعي الأمريكي والدعم الأساسي لإسرائيل هو الآن يضغط بشكل كبير جدا لعدم توسعة الحرب إيران أيضا لا تريد هذه الحرب وأعلنت ذلك إذن الأطراف المعنية كلها لديها ثابتة أساسية بأنها لا تريد هذه الحرب لأن هذه الحرب في حال اشتعلت لا أحد يعلم كيف ستتطور وإلى أين ستمتد وقد تذر طبعا المصالح الأمريكية في المنطقة وقد تكون القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف المقاومة التي تمتد من لبنان إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إذن لا أحد الثابت الأساسي أن لا يوجد أي طرف يريد توسعة هذه الحرب لكن الحرب مستمرة كما ذكرت ولكن ضمن ثقف معين وكلما صعد الإسرائيلي حزب الله يرد بنفس الطريقة وبنفس التصعيد طيب هل سيستمر حزب الله في هذه الاستراتيجية؟ يعني بعد أكثر من مئة وسبعين يوما على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعني انتظر كثيرون لسيما أهل غزة يعني أن يغير أو أن يبدل الحزب طريقة تعاطيه يعني حضرتك تشير إلى أنه هناك جبهة مشتعلة في جنوب لبنان مع إسرائيل من طرف حزب الله ولكن هل هذه الآلية التي يستخدمها الآن حزب الله لم تتغير حتى بعد مرور مئة وسبعين يوما على العدوان يعني دعني أوضح نقطتين النقطة الأولى أهمية هذه الجبهة من ناحية سياسية أولا سياسية واستراتيجية الإسرائيلي سعى منذ اليوم الأول لهذه الحرب أن يصور بأنها معركة إسرائيل مع حماس مع تنظيم فلسطيني محددهم حتى يرفضون أن يقولوا أنها معركة إسرائيل مع فلسطين وحتى الأمريكي أيضا أراد أن يوضح سمعنا نائبة الرئيس الأمريكي تقول كاريلا هيرتس بأن هذا الصراع هو فلسطيني إسرائيلي وجود جبهة مفتوحة مع لبنان يؤكد أن هذا الصراع هو ليس فقط صراع الفلسطينيين وليس صراع كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بل هو صراع عربي إسرائيلي لأن إسرائيل لديها نوايا عدوانية تجاه كل الدول العربية وخاصة تجاه لبنان إسرائيل في عام 1882 اجتاحت لبنان وكان الهدف كما أعلن يومها شارون بإخراج منظمة التحرير الفلسطيني من لبنان خرجت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وذهبت إلى فلسطين وتم عقد اتفاق أصله لكن الإسرائيلي بقي في لبنان بقي يحتل الأراضي اللبنانية حتى عام 2000 وحتى تم إخراجه بواسطة الضغط بالقوة بواسطة الضغط المقاومة إذن إسرائيل ما زالت بالنسبة لنا ونحن نعلم جيدا هذا في لبنان أنها لديها نوايا عدوانية لديها نوايا توسعية وهناك أيضا لاجئون فلسطينيون في لبنان وإسرائيل ما زالت تمنع عودتهم إلى فلسطين إذن هناك قضية عربية هذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية في تصوير السراع بأنه صراع إسرائيلي ضد حماس لم تنجح ولن تنجح أولا على مستوى السحات المفتوحة من لبنان إلى اليمن ثمانيا على مستوى العربي نعم يعني نحن نرى هذا التضامن العربي مع فلسطين لماذا لو صرحنا سؤال بسيط لماذا مملكة العربية السعودية مثلا ترفض التطبيع مع إسرائيل ترفض لأن هذه قضية فلسطين هي قضية عربية نعم يعني لا يوجد احتلال إسرائيلي لأراضي السعودية لكن السعودية تعتبر أن هذه القضية هي قضية عربية وهي تهتم بشكل مباشر بهذه القضية وتمس مصالح السعودية ومصالح كل العرب وهناك كل الدول العربية ومصر أيضا كذلك سوريا العراق تونس الجزائر كل الدول العربية ما زالت مصرة أن هذا الصراع هو صراع عربي إسرائيلي وليس فقط صراعا فلسطينيا لأن إسرائيل تقتصب الأراضي المقدسة وها تقتصب حقوق شعب عربي شقيق وصحيح سايكس بيكو فصلت بين بعض المناطق العربية لكن هذا لا يلغي وحدة الشعب العربي وحدة الدم العربي وحدة اللغة العربية وحدة المصالح العربية هذا الواقع لن يلغي الحقيقة الأساسية لذلك على ما أعتقد أن الأهمية السياسية والاستراتيجية لهذه الجبهة هي تنطلق من هذا الاتجاه أما في المجال أو من الناحية العسكرية نعم هناك نسمع أصوات لماذا حزب الله لا يقوم بهجوم على إسرائيل ولماذا حزب الله لا يقوم بتحرير إسرائيل وإلى ما هناك وتحرير القدس لقد أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قال سراحة أن المقاومة لا تملك القدرة على خوض هذه المعركة ومنفردة وتحرير القدس وإزالة إسرائيل وهذا غير منفقة مصر المقاومة المقاومة تعلم أن لديها قوة ردع وهي تحاول مساندة غزة وهي نجحت في ذلك عندما يتم استنفار ما يقارب يعني ثلاث فرق موجودة على جبهة الشمال هي في حالة استنفار دائم إذن أنت تستنزف عدد كبير أكثر من حوالي نصف الجيش الإسرائيلي هذا ليس بالأمر اسمح لي سيد العميد لأنه لم يعود لدي وقت وأريد أن أصلك عن نقطة أخيرة وهي تتعلق بالتشويش الذي تقوم به إسرائيل والذي يهدد بشكل كبير الملاحة الجوية يعني برأيك كيف سيتصدى لبنان لهكذا تشويش يعني إسرائيل الطائرات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء لبنان منذ يومين تقريبا وهي بشكل عام تجوب لجواء اللبنانية وحصل مؤخرا التشويش الخطر يعني تشويش على الحدود موجود والمقاومة تستهدف أجهزة الرصد والتشويش التي وضعها العدو الإسرائيلي على الحدود في مراكز المراقبة في قاعدة تسيير الطيران الأساسية في ميرون استهدفت المقاومة هذه القواعد وهي سترد طبعا على هذا التشويش وتستهدف أكثر قاعدة ميرون طبعا هذا سيجبر المقاومة على استهداف قاعدة ميرون بأسلحة أكثر تطورا لتعطيل هذه القاعدة بشكل كامل إسرائيل حاولت الخطير جدا أنها حاولت التشويش فوق مطار بيروت على حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت هذا هو الموضوع الأساسي وهذا تعلم يعني مخالف لكافة القوانين الدولية هذا أمر لم يحصل في تاريخ الحروب حتى أن قامت دولة بالتشويش على الطيران المدني هذا يسبب كوارث كبيرة وهذا يؤثر على حركة الملاحة ليس فقط على الطيران اللبناني بل على كل الطيران حتى الأوروبي والأمريكي القادمية إلى لبنان أشكرك جزيلا شكرا من بيروت العميد أكرم سريوي الخبير العسكري شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة